طيب احنا وصلنا الاخر فقرة وهي اسمها انت مين انت مين نعم الاسم مين انا الاسم الكامل يعني اه طبعا اه اه علي السيد شحاطة جد الله اه اه مواليد القاهرة نعم اه تسعة وخمسين كويس اه استاذ جراحة الوجه والفكين اه داكا كارير وعندي دلوقتي الحمد لله رب العالمين عرفنا على اسرتك بقى اه الاسرة المدام الفاضلة جهان اه دي اه زوجتي وحسنت الدنيا بالنسبة لي ربنا يخليكم البعض يا رب يعني عانت معايا وتحملت معايا اكيد اكيد وطبيعة الحياة اللي انا مشت فيها واولادي ربنا يبارك فيهم محمود وعبد الرحمن واسراء وبلال فيه علي شحاطة طلع في المنطق لا والله هم طبعا اتربوا هناك معظمهم بلعبش كرة في كنداك حتى لا هو كان محمود يعني مشروع لاعب بس ظروف دراسته منعته ان هو يكمل يعني يعني مش هتفاجئ كده واحد كده وانت متعربش كن بلعب بينك لا 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 طيب كلمنا عن هويتك هويتك ايه غير كرة الخدم ربما انا كنت اميل طبعا يعني الدراسة كانت واخد كل تمعجون بالعلم اه نعم يعني كانت ماليش هوايات اكتر من القراءة برا الكرة لان ما كنتش تقدر تمارس هوايتا انما انا كنت كالعب تانية غير الكرة كنت لا احب لعب سكواش او بتحب لعب سكواش نعم وبتمارسه على خلاص دلوقتي بس الفترة بقى خلاص من فترة لان السكواش عاجزت يعني لعبة عنيفة جدا طيب بتعمل ايه في وقت فراغ في كندا انا قاعد كل وقت مع الاولاد احتياجاتهم يعني نعم وما بشتغلش هناك طبعا لان ما قدرش امارس بقى في التوقيت ده وكل قراءة يعني كل اوقاتي في الفراغ بقى قراءات مختلفة اخر كتاب قريته كان ايه لا انا كل القراءات الطبيعة اه يعني طب في حاجات دسة جديدة هنكتشافها لازم اكتن الطبيب حياته ما بتخلص ده بتبتدي بالتخرج اه بتبتدي بالتخرج وبتعمل ابحاث وبتاعه كل حاجة حتى لو ما بتعملش لازم تطلع على الابحاث الجديدة بتحب الاكل اه معتدل يا كبير معتدل ايه الاكل اللي بتحبها والله انا ما بفضلش حاجة انا حاجة كبير خلص لا طب ايه الاكل انت بتتقنها وممكن تخش المطبخ وتعملها اه يعني مثلا اه اه انا ما بعرفش اعمل حاجات كتير انما ممكن اعمل مثلا اه صنية اه اه لحمة كده بالخضروات الشيف علي شحاتة طب قولينا تقولينا بتعمل ازاي طيب بسرعة كده الوصفة لا ده سهلة طيب بتقول بسهلة ما قوليه ازاي بس سهلة اتجيب اللحمة وتقطعها وتنظفع وتسلقها اه في مية اه وبشربتها كده تحطها في صنية صنية ايه صنية طيب ماشي فيها بقى الخضروات الجهزة دي اه الجزر والبسلة والبطاطس دي حاجات جهزة اللي هو التورلي يعني اه دي جهزة اه في كياس جهزة اه وبتحطها وتسويها وتحطها في الفرن في الفرن وتشوحها وتبقى حاجة صحية وجميلة اقبطني لو انت بتقولها بش حاسس بالغربة في كندا اكيد بتحس بايه بتشتق لمصر ازاي بالبعد عن اصحابي وحبيبي واهلي مرتقدهم جدا يمكن اللي يحس بيها اكتر اللي تربى هنا نعم انا رحت هناك بعد الخمسينات نعم يمكن الولاد طبعا ما يحسوش بالغربة زي ايه لانه هما قعدوا هناك اكتر يعني انما طبعا بالنسبة لنا حاسس بالغربة بلا شك يعني هل بتتابع الدوريات العالمية اكيد اه ايه الدور اللي بيعجبك الانجليزي افضل الانجليزي لسه معك تواصل مع بتعمل فيه تواصل معك وبين اي حد في مصر هنا والله اولاية لك اولاية انا يعني ما بقيتش يعني سفريات كتير رايح جايفة مع طيب ليك في السوشيال ميديا لا ما ليكش فيها خالص تليفونك ما فيهوش فيسبوك ما فيهوش كلام ده خالص بترد قالوه وتقفل وكلام ده بس طيب فيه لو انت عاوزت بقى اخر حاجة يعني لو انت عاوزت تقول رسالة للسادة المشاهدين على الشيطة القناة الاهلي ازاي يحفظوا على اسنانهم والله الوقاية خير من العلاج يعملوا ايه اه يعني اولا الاعتناء بتنظيف الفام ده بعد الاكل مباشرة ده اساسي الاعتدال فيه نوعيات الاكل خصوصا الحلويات الكشف الدوري كل فترة عشان لو فيه حاجة في البداية تبقى سهلة سهلة العلاج وبسيطة وسريعة ما تستناش لما الامور تتفاقم وتحس بألم لان المشكلة بتبقى اصعب فيه العلاج وبتاخد وقت اكتر دي كل الوقاية خير من العلاج نعم طيب لو عندك رسالة انا تعاوز تبعاتها تبعاتها المين وتقول فيها ايه اه ابعتها لأسرتي في كندا نعم وانت قعد كده بصلهم والكاميرا هي والدامك هنا هي الكاميرا هي نعم اقول لهم انت وحشتوني وانا مفتقد جدا وان شاء الله اشوفكم عن قريب وانتوا في احسن حال وقتا مسح يبقى لك فترة كبيرة في مصر شوية ومسافر امتى ان شاء الله والله يعني ربنا سهل رمضان ما قضيه هنا الله اعلم يا كابتين الله اعلم ربنا اكلم اقتعد